موسيقى استخدمت روسيا والصين حق نقض الفيتو اليوم ضد مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بهدن مدتها سبعة أيام في مدينة حلب السورية حيث قالت روسيا أن الهدن ستسمح لمقاتلي المعاربة بإعادة تنظيم صفوفهم وهي المرة السادسة التي تنقض فيها روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن سوريا منذ عام 2011 أي منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد النظام بشار الأسد والمرة الخامسة التي تقدم فيها الصين على نفس الخطوة كما صوتت فانزويلا اليوم ضد مشروع القرار الذي سغطه نيوزنلندا ومصر وأسبانيا وحصل على دعم الدول الغربية ينضم إلينا مينا نيويورك رئيس حير قناة ATN الأمريكية للأخبار أحمد فتحي أستاذ أحمد مساء الخير أولا هل كان هذا الرفض متوقعا ولماذا لم تلبي هذه الدول التي صاغت التقرير الطلب الروسي بإعطائها أياما إضافية للمزيد المنفاوضات برأيك الفيتو الروسي الصيني لم يكن مستبعد وربما كان هناك مقدمات لهذا الموقف في داخل أجواء مجلس الأمن سواء في أوقات الاستشارات أو الاجتماعات المفتوحة السفير الروسي المندوب الدائم في الأمم المتحدة سفير فيتالي تشيركن عبر للمراسلين الصحفيين قبل دخوله إلى الاجتماع أنه لم تتقدم الدول المقدمة للمشروع بالصيغة النهائية إلا صباح هذا اليوم وهذا ما نفاه المندوب الفرنسي السفير فرانسوا دولاتر عندما قال أن المشروع مقدم بالفعل منذ 28 من شهر نوفمبر الماضي ربما الأميل أكثر إلى القبول أن روسيا تريد أن تعطل تكتيكيا أي مشروع لقرار بخصوص سوريا أو حلب في المجلس يوجد لدينا تاريخين يجب أن نركز عليهم كثيرا التاريخ الأول وهو العاشر من ديسمبر كانون أول حيث سيعقد وزير الخارجية الفرنسي في باريس مؤتمر لمجموعة دولية لأصدقاء السورية بعضوية الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبعض الدول العربية والغربية ربما يريدون أن يصلوا إلى اتفاق في إطار هذه المجموعة الدولية بصيغة غير إلزامية السبب المعلن الذي عبر عنه المندوب الروسي أنه سيسمح لمقاتلين جبهة النصرة بالحصول على إمدادات وتبديل للزخائر والأسلحة المتوفرة لهم وهذا مردود عليه أنه يوجد مبادرات لخروج مقاتل النصرة ولكن هذا ما رفضته أيضا روسيا أنها لا تريد أن تقبل أن يخرج النصرة هو تنظيم إرهابي كمقاتلين لجيش نظامي هذه بعض من الملامح الأجواء التي كانت موجودة اليوم هذه المعطيات باختصار رو سمحت هل اليوم ما زال أمام مجلس الأمن فرصة لأي تدخل ما في حلاب؟ نتمنى ذلك ولكن حتى الآن لا يوجد ننتظر إذا كان الموقف الروسي يتغير وأنا أشك في ذلك قبل العاشر من ديسمبر أنه ينتظر وصول تقارير الخبراء من جينيف حول هذا مشروع القرار الذي كان مطروح ورفضته روسيا والصين أشكرك أستاذ أحمد فتحية رئيس تحديد القناة اي تي ان أمريكية للأخبار كنت معنا من نيويورك اشكركوا في القناة